أستاذ موطيع كاري سيبحث مع نظرائه من الدول الأوروبية في باريس الأزمة السورية برأيك هل ستحمل هذه المباحثات بين طياتها من جديد؟ بداية تحية لك ولأستاذ المشاهدين أهلاً فيما يتعلق بلقاء كاري مع القادر الأوروبيين ينبغي أن نتكلم أولاً عن الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي الذي بالتأكيد حتى الآن هو ليس واضحاً وليس جاداً في وقوفه مع إرادة الشعب السوري وفي وقوفه بشكل حازم وقوي من أجل العملية سياسية تفاوضية تفضي إلى رحيل الأسد بوفق مقرارات جينيف واحد إذا كان ديمستورا يتكلم أنها تشبه الأمر المقدس فأين هي قداسة قرار جينيف واحد التي تنص بشكل واضح على حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات يعني ليست حكومة شكلية والكل يعلم أن أي حكومة في ظل وجود بشار الأسد هي حكومة شكلية حكومة سورية لذلك الخلل هو في الموقف الأمريكي والعدم الجدية هي في الموقف الأمريكي وعدم المصداقية هي في الموقف الأمريكي بالتالي لا ينبغي أن نسأل ماذا يمكن أن يتفق أو أن يتولد عن هكذا اجتماعي ينبغي أن نسأل حقيقة عن الموقف الأمريكي الذي يعد أحد الدعاء أو رعاة العملية التفاوضية فكل الأمور ها هنا في مدى أن يكون هناك لقاء جدي غدا في مفاوضات جينيف وأن لا يكون كسائر المواقف السابقة أن تكون عبارة عن لقاءات في الغرف الجانبية وتقضيت وقت بينما يعيد بشار الأسد والإيرانيون والروس ترتيب الأوراق من خلال مجموعة من الخطوات التي يقوم بها سواء ما تقوم به إيران من إدخال قوات جدد إلى سوريا أو ما يقوم به النظام من اغتيالات وخداع الناس لمسألة المصالحة الوطنية حتى يوقع فيما بين الناس بالتأكيد الأمريكيون مسؤولون بشكل كبير جدا عن فشل مسبق ربما يكون في لقاء جينيف إذا لم تكن هناك مواقف جدية وحزم واضح في سبيل بدء مرحلة حقيقية وانتقال واضح أو هيئة حكم انتقالية للسلطة تفضي إلى عملية تكون السلطة فيها بيد الشعب السوري نعم أستاذ مضيع بالحديث عن المعارضة السورية المعارضة السورية تصر على موقفها من رحيل الأسد لبدء مباحثات المرحلة الانتقالية في سوريا ولكن روسيا ترفض مناقشة ذلك كيف ترى ذلك؟ يعني أيضا الموقف الحقيقي بالنسبة للنظام الروس الكل يعلم أن الروس هم أصحاب الكلمة بالنسبة لهذا الجانب فبالتأكيد روسيا حتى الآن يعني أوقفت أو قبلت بالهدنة هذا القبول بالهدنة مؤشر على أن روسيا في نهاية المطاف لن يبقى موقفها كما يصرح به أنها مصر على بقاء بشار الأسد موقف روسيا من قبول الهدنة الكل يعلم أنه ناتج عن مجموعة من العوامل الدولية ربما التدخل البري أو التلويح بالتدخل البري ربما المسألة الاقتصادية ووضع روسيا وعلاقاتها مع دول الجوار أو دول المنطقة مع المملكة ومع تركيا ومملكة العربية السعودية ومع غير ذلك كل هذه الأشياء تفضي إلى تغيير الموقف الروسي فإصرار روسيا على رحيل الأسد هو أمر ليس مقدس بالتأكيد هناك مصالح لروسيا وهناك حسابات لروسيا كلما كان هناك ضغط على روسيا بطرق دقيقة وصحيحة بالتأكيد هذه الأشياء ستفضي إلى أن تغير روسيا من موقفها وإلا بشار الأسد الكل يعلم أنه بات أشبه بمختار حي المهاجدين كما يقول السوريون ليس بيده قرار بالتأكيد هو أداة بيد الروس وبيد الإيرانيين أما عن مسألة رحيل الأسد شكرا جزيلا لك